السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتو بخير وسعادة يا رب هو ايه معنى لما اشوف واحد صيني واحد ياباني واحد كوري في المنام ايه معنى الاسيويين بشكل عام اما اشوفهم في رؤية او في منامه هل هم رمز محمود ولا سيء نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرف المعنى الاسيويين من الرموز اللي بتعود على امرين الامر الاول هو ناحية العمل والرزق يعني لو انا شفت شخص اسيوي داخل لمكاني وانا اصلا بنتظر عمل وبدع ربنا بانه يتيسر ليه عمل او يتيسر ليه وظيفة وشفته داخل لمكاني ده معنى ان انا هأبشر بعمل او وظيفة هتعرض علي الفترة اللي جاية باذن الرحمن فبيكون من الرموز المبشرة جدا جدا لي طيب لو انا شفت انه فيه شخص اسيوي داخل لمكاني لكن انا بادرس انا مش بعمل اصلا هنا معناها ايه هنا معناها مكانة انه فيه توفيق وفيه مكانة حتنولها في ناحية دراستك الفترة اللي جاية باذن الرحمن طيب امدى يكون رؤيته سيئة للطرفين دولي؟ رؤيته سيئة للطرفين دول في حالات معينة ان انا اشوف انه الاسيوي ده مريد او ان الاسيوي ده مغادر لمكاني يعني اشوفه انه خارج من بيتي ده معناه اما انه الشخص ده بيفقد عمل او مال بيهضر منه الفترة اللي جاية او للشخص اللي بيدرسه انه شوف فيه حد اسيوي خارج من مكانه طالما انه هو مش بيبحث عن دراسته في الخارج لو انا ببحث عن دراسته في الخارج وشفت انه فيه شخص اسيوي خارج من بيتي او من مكاني فده معناه انه انا هكمل دراستي في دولة اخرى وحق اوفق فيها وحيكون لي مكانه لكن لو انا مش بسعى لدراسته في خارج دولتي واشوف الاسيوي خارج من مكاني ده معناه انه فيه تدهور وفيه تراجع في ناحية الدراسته الفترة اللي جاي فبيكون رمز تحذيري طيب ده الرمز الاول ليه رؤية الاسيويين واللي هي خاصة بناحية العمل والارزاء ايه المعنى التاني لرؤية الاسيويين الناس اللي بتستخدمهم مننا كعمالة في مكانهم او عمالة في بيوتهم لو انت بتقومي بالامر ده انه عندك عاملة اسيوية او ان هي موجودة في بيتك اكتر من واحدة منهم هنا تعود عليهم يعني هنا ما يكونش ليها تأويل زي اي شخص تاني ان هي بتعودة على العمل والرزاء طالما ان انا بالفعل عندي عمالة منهم فلازم اول شيء اول شيء انبه ليه المفسر او المعبر ان انا عندي بالفعل عاملة او عامل اسيوي في مكاني وانا شفت في الرؤية ان في عامل اسيوي بيقوم بكذا او كذا لان ربما ان الرؤية بتحذرك منه هو نفسه هي الرؤية هنا مش جيالك رمز زي اي حد تاني لا هي جيالك بتحذرك انه خلي بالك انه هو بيأذيك في شيء انه هو بيختلص شيء بيظلمك في شيء بيأذي اولادك في حاجة او بتنبهك ان انت ظلمتي في حاجة او ازتي في حاجة فبيكون الرؤية تنبيه انه تراعي الشخص ده او ان انت تنتبه عليه فرؤية الاسيويين ننتبه اوي 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 فيها قدر ما هي مبشرة لكن احيانا كتير بتكون رمز تحذيري ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام